بحسب توقعات المستندة إلى مصادر في مؤسسة كهرباء لبنان فأن التغذية بالطاقة الكهربائية سترتفع بعد يوم الثلاثاء المقبل إلى نحو أربع ساعات يومياً كحد أدنى وذلك بعدما سيبلغ انتاج معملي الزهران ودير عمار 550 ميجاوات وقالت المصادر أن التغذية ستعود تدريجياً إلى كل المناطق فور الانتهاء من تفريغ الحملات على أن يجري تشغيل مجموعات انتاجية إضافية لمد شبكة بالطاقة ومنع انهيارها وأعلنت مؤسسة كهرباء لبنان في بيان المباشرة بعملية تفريغ القسم الأول من حمولة لفيول العراقي في معمل دير عمار وقالت أنه سيتم ملء خزنات المعمل بنحو 21 ألف طن متري من الجاز أويل العراقي على أن تتوجه الباخرة لتفريغ الكمية المتبقية من الحمولة والبالغة حوالي 9 ألف طن متري في معمل الزهراني لتجنب توقفه وأوضحت مؤسسة الكهرباء أنه سيصار إلى تفريغ القسم الثاني من الشحنة المذكورة والبالغة حمولتها حوالي 30 ألف طن متري وذلك فور تبلغ المؤسسة برفع المورد للحجز المالي عنه أي عن القسم الثاني من الحمولة وحالياً ترسو حمولة القسم الثاني قبالة مصاب معمل الزهراني وقال البيان أن كهرباء لبنان ستعمل على إعادة تشغيل المجموعات الإنتاجية التي وضعت خارج الخدمة قصرياً في كل من معملي دير عمار والزهراني تباعاً مع ارتفاع مخزون مادة الجاز أويل وبالتالي إعادة تغذية تدريجياً إلى ما كانت عليه في الأيام القليلة المقبلة